أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خدماتي ناس كتير بتسألنا خلال اليومين دول عن الشروط المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة الأمر سهل وبسيط وزارة الداخلية وضعت عدد من الشروط للتقديم لكلية الشرطة أبرز هي الزي شروط أن يكون الطالب مصري من أبوين مصريين كمان يكون حسن الصمعة ويكون كمان من عيلة حسنة الصمعة لأنه بيتم إجراء التحريات عنه حتى الجد رقم أربعة كمان ما يكونش سبق ليه أنه تم فصله من أحد الجهات الحكومية ما يكونش متزوج لأن الزواج يمنع التقديم لكلية الشرطة أنه يستوفي جميع شروط اللياقة أنه يكتاز جميع الاختبارات التي تجريها وزارة الداخلية أنه يكون سنه مناسب أنه يكون حاصل على 65% في السنوية العامة إذا كان خريج سنوية عامة أو تقدير جيد إذا كان خريج بعض الجامعات أو مقبول إذا كان خريج كلية الحقوق إذا ما استوفى هذه الشروط يستطيع أن يقدم لي كلية الشرطة طب هيقدم إزاي؟ سهلة وبسيطة ها يدخل على موقع وزارة الداخلية عن طريق الإنترنت ويكتب أكاديمية الشرطة تظهر له كلمة أكاديمية الشرطة بيدخل عليها على الأكاونت بتاع التقديم يدخل يقدم يكتب البيانات بتاعته وبتظهر له رسالة بتحدد له معادي الاختبار الأول بيختبر الاختبار الأول يشتري الكراسة يقدمها يبدأ في الاختبارات اللاحقة طبي الطب المتقدم الرياضي السمات حوالي 8 اختبارات وصولا إلى اختبار الهيئة وهو الاختبار الأهم إذا ما اكتاز هذا الاختبار ساعتها بنقوله ألف مبروك أنت التحقت بجهاز الشرطة إذا الأمر سهل وبسيط من تتوفر في هذه الشروط الشروط العامة الأولى لحضراتكم عليها يبادر بالتقديم لكلية الشرطة وإن شاء الله بإذن الله حظ موفق لجميع طلابنا إن شاء الله الراغبين في الالتحق بكلية الشرطة مصنع الرجال وهنا في برنامج خدماتي دوما هنجاوب لكم على كل الأسئلة اللي بتشغل بقى لحضراتكم إن شاء الله فانتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم خدماتي شكرا